السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة اكزرسايز وكذا حسنا نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلا خير بصحة جيدة بصحة جيدة كما عارفين بالمثال من المتبوعين او المقبولين على المتحى الجهاوي يخافوا او يعانيوا من واحد الحاجة مهمة بثافة وهي البروديكسيون البروديكسيون يكريد واحد الحاجة المهمة في المتحى الجهاوي بطبيعة الحال حتي تأخذ نص النقطة وبالتالي الانبوردانس ديالها كبيرة فشنو كيديرو او يعني الاغلبية مشي كل شي كيمشي وكيحاولوا يقلبوا الى واحد المنهجية اللي جايزة وانه بفهمتي يحفظوها وغير يعمروضو كل فراغات ممكن المنهجيات من جوجل الى اخير ولكن مشكلة دياله شي هو ان صعيبة بززاف صعيب ان تمشي تحفظ المنهجية وتمشي تخدم بيها علش لانه طبيعة المواضع ما يمكنش واحد المنهجية تصلح لكم مع جميع انواع مواضع واخا كيكون نفس البلان مثلا يعني اللي غادي تخدم به كيكون واحد يديك علاج لانه ليس صحيح تعرف كيكون نفس البلان غير جايبها يعني ليس لديك شي حاجة وكيحسبها حالة غيش وده تصدق جايب فيها زارو الى اخيره انا احببت نجي نشرح لكم طريقة صحيحة باش تصاوب منهجية صحيحة اللي غادي تحتاجوها انا هنالك تجد انتا عندك الامكانية لكي تقدر واحد المنهجية تتبع معي غير اي طابة اي طابة اي طابة بكل حاجة ما نقوم بها وغادي تقدر من ذلك الراسك تصوي واحد المنهجية اللي غادي تقدر تخدم بها ذايد انك اركز على واحد الحاجة ودائما كنقول لها ودائما الناس اللي كتابتونها مثلا تكفي انستغرام عندي مشاكل لكي تقدر حاجة الوحيدة واكثر حاجة كنصح بها هي انه من دابا يعني رباقي واحد المدل الجهاوي من دابا يبدأو يدربوا راسهم على البروديكسون حتى عارفهم مزيان ما ديجي يوصل الجهاوي حتى غادي تقراصوا والله عارف والله حافظ المنهجية وكيفاش خصا تكون اذا ادريو اللي قادر يفهم حتى السيجي دريام اللي غادي تحتليه فكل شي بتدريب اليوم شاء الله غادي نعتمدوا على البلان ارغيمنتاتي بالطبع البلان ارغيمنتاتي اذا اذا ارغبتوا هذا السيجي حتى هو اللي غادي نعتمدوه كمثال باش يتضحلكم هذا بالنسبة للسيجي يقول للا عيشة ايان غمارككو سيدي محمد افلا في اربا ايان ازوبيدة دي كامبانيه شايد علي بوغالب اتشاهدوا هذه الوحيدة اذا انا ايان للا عيشة لاحظت بلي سيدي محمد هنا يقططت هذا الحدث بطبيعة الحال فللا عيشة فشافت سيدي محمد في السخانة اقترحت على للا زوبيدة ان تمشي معها او لا تديه لان سيدي علي بوغالب لانك تزعم لانك تزعم لانك تزعم انا اعطينا الرأي لك في هذا السيجي انا وجدت اه سيدي محمد لانك تزعم لانك تزعم لانك تزعم اول ما تريد اي محمد هي المقدمة السيجي اللي يجب تعرفوا هذا هو أن هذه المقدمة يجب تكون عبارة على ثلاثة ديال الجمل لا أكثر ولا أقل ثلاثة ديال الجمل الجملة اللولة اللي يجب تكون في التبع معي حتى المراحل الجملة اللولة اللي يجب تكون في الانتخوديكسيون يجب تدوي فيها على الظاهرة اللي عندك أو على الموضوع سيجيب واحد صفة عامة وبواحد الشكل اللي هو مختصر ومبسط سيجيبت ، في هذا الوقت ، كما تقول هنا أيضاً ، أحسن الجملة اللي تتفعل أيضاً في التحديد وهم دون جميعاً يتحدثون في مهات الفورة لذلك ، في الوقت ، يجب التطبيقين أم لا ، أم لا ، أم لا ، أم لا ، أم لا يتحدثون في هذه المجملة وأيضاً ، أم أحسن الجملة اللي هو السيجيون فأنا قدمتهم على أساس ما كان في المحيط إذا ذكرت بالليرة أحمد صفريويد والتالاتشي في الغمون هنا إذا كنت أستطيع أن تستخدم الغمون بطا مغبي هذه من نسبة الجملة الأولى ترى أنه لا يوجد حواله قديم بشكل واجيز ومبسط فقط نذهب إلى الجملة الثانية في الانترودكسون الجملة الثانية تكون عبارة على أنك تقوم بسيجة كيف ما هو جملة تطرح في هذا السيجي كيف ما هو لا تزيد فيه قلت 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 سيدة محمد أبي لفيفر يجب أن تتحدث عن أجل المؤكسة تتحدث عن أجل المؤكسة لا تبدأ تتحدث عن أجل المؤكسة أو تضع الأجل المؤكسة لكي نضع الخدمة هنا تأتي لكي نؤدي اخر جملة في الانترودكسون هذا الجملة هنا تتوضح فيها الطابع paling صحيح في الطابع الذي ستعمل ما هو الطابع التي ستحدث عنه السيجي كما تريد الى هضرة تجيل كما تريد تطير في هذا السيطة مثل ما أجدت هنا كما تجري على هذه المسئلة كما تجري على هذه المسئلة أجل تراجع الى المسئلة كما تجري هنا بأن أجلسني اجل مسئلة إذا كان لديك المسئلة فهو الشقيلي يفهم ايضا يا تاكس سوف تصعد على خدمة الحسابة وتعرف ايضا يا تاكس سوف تحتك و بكل بساطة اضمن احضاء نقطة وجوكس جميلом سوف تنقوم ب shape والعرض غالبا جوش في القر�an في العرض تجد العرض لأنه يكون جوز فقرات وحدة فقرة تعارض وحدة توافق فقرة تكون تدوي فيها على اللي يوافقه مثلاً هذه الطاهرة وعلى اللي يعارضه وهذه المرحلة تجد زعما طويلة قليلاً يجب أن يجد هنا تجد طويلة قليلاً سهلة بزاة سهلة بزاة سيطلاحظها دابا الحاجة الوحيدة التي تحتاج منك هو أن يكون لديك الزعما التي ستعزز بهم المواقف بزاة التي يوافق لك العرض وتتعرف تربط بالأفكار طبعاً الآن نحن نقوم بتربطه بجوز فقرات لذلك غير تكون عارف هذه الحواجات ستسهل عليك هذه الفقرة وحاول دائماً أنك تركز على الزعما نجيب شيء مقنع كما قلت العرض عبارة على جوز فقرات وأنا كنصيحة حاولوا دائماً تبدأوا بوجهة النظر التي تعرضوها وعاد في الفقرة الثانية سيقوم بوجهة النظر التي تحتاجها مثال مثلاً أنا في هذه السيجادة أنا ضد التخرباء السحر والشاو هذا لماذا؟ ستجدون العرض بوجهة النظر التي تتوافق الموضوع يعني التي تضطي أنا وتتوافق الموضوع وعاد في الفقرة الثانية ستجدون الرأي التي تتوافق معي ماذا؟ زائد أريد أن تركز أنا كنت أعطي النصائح كي يكون واحد سليم الحجاج يجب أن يكون جوج فأكثر لا تقوم بحجة واحدة على الأقل جوج من الأحسن يكون ثلاثة زائد أن الحجاج من وجهة النظر التي تتوافقها ستكون أقل من وجهة النظر التي تتوافقها غير باللوجيك واحد التي تتوافقها يعني سيكون لديك الحجاج كثيرا من لماذا لا تتوافقها؟ شيء عاد نبدأ بالفقرة الأول لا يتوافقها بالفقرة الأول أعتقد أن المثال هو مهات 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 إليها من مهات 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 أول لن نفس لا يوجد أيضاً لأيشة التي تقول هذه الفكرة لا يوجد أشخاص الذين يفكرون هذه الفكرة كانوا يبقى لدابة يجب أن يرون أن هذه المثال هي إفكاسة لكي تشافة من المرضى الذي تفعله كثير من أشخاص الذين يتحدثون من أشخاص الذين يتحدثون من المرضى العصر لا يوجد شيء جديد من أي حال هذه الفكرة كانوا يقولون أنهم لا يريد أن تشافة لكن لديك مشكلة لأنها تكون لديك الصحراء وأنها تنسى بطريقة لتجدد حل لك نضع التقاليد هذا هو أحد الأخير وأنها تدعم هذه الأخطاء فهذه التقاليد والعادة لتعزز هذه الأخطاء لذلك أنا هنا بدأت بالفكرة التي يوافقوا الموضوع وماذا يقولون وماذا يتحدثون لأنهم يوافقوا الموضوع ستلاحظون أنهم لا يستعملوا بكثير مثل الفقرة الثانية من الناس وماذا يتحدثون ولكن في الفقرة الثانية لا تتحدثون هذا لا يوجد حق هنا يتعبر على الرأي وتتحدثون معهم هنا سأتدعم بشكل عام من الناس الذين يعرفون هذه الفكرة مزيان واحدة النصيحة هو أن في الفقرة الثانية التي تكون معها في الحجاج بدأ من الأقل قوة الأكثر قوة حيث المصحح دائما يبقى عاقل والله نصيحة ومنطقي على حسب العلماء النفس المصحح يبقى عاقل دائما على الحجة الخرق والحجة الخرق ستكون الحجة أكثر قوية ومنطقي منطقي 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 تحدي منطقي منطقي أحد منطقي 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 على حجة المصحر ومنطقي لا يمكن الكتاب وعلى السابق بعد اشياء الأخيرة والشغل الوحيد هي هذه الخرافات وكذلك حيث أن التسجارات لا تستطيع حالة وكذلك وهذا ما يبين بلقي هذه الزيارات لأن تسجيرهم مجرد مضياء على الوقت بدون نتيجة يمكنك أن يكون لديهم أيضاً لا يوجد أيضاً يعني هذا العلاج الذي يُعطيك على أساس أنهم ستشافرونك لا يوجد شيء تأثير لك لا يوجد شيء تأثير إيجابي لا يوجد شيء يدور أصلاً ويوجد شيء يقوم بخرافة ويقوم بخرافة ويجب أن تتصل لها ويجب أن تصل لها هذا هو إليسيط لعليجية الإسلامية ويجب أن أصلاً هذا الشيء لا يجوز شرعاً يعني في الدين نحن كمسلمين لا يجوز التخربة قديل السحر وشعوذة وحرام حتى هذا سأجعلني أنا كمسلمة مضادة مع هذه الفكرة سلينة العرض استعملنا أبسط أسلوب لا يدخلش في حوايج لا يدخلش بعادين عليها نحن كمسلمين نحن كمسلمين نحن كمسلمين دائماً استعمل أبسط أسلوب عندك لكي تجنب أنك توقع في الأغلاط نصيحة 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 كاررة التي تؤدي والتي توافق مع نصتيحة ثاني فقرة لحοι chain المتقينة نصيحة تتعرض مع أول فقرة فهنايا ديك ساعة منحقك تقول персонالما امو نافي ما يمقاي على اللي كيبينو بل ليراك تتعبر على الرأي ديالك انا شنو قلت 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 وعليش تبنيت هذا الرأي ديالي راهبيينتو هنا في الفقرة للناس اللي حتى هم ضد هاد الفقرة والجملة الاخيرة والتالت في هذه الخاتمة تكون عبارة على انك تطرح واحد السؤال او لا واحد الاشكال تغلق به الموضوع وطبيعة الحال تقدر تفتح به موضوع اخر فالان شنو قلت هنا انا شنو قلت انا شنو قلت انا شنو قلت هم واش زعماء ممكن اننا بها السهولة نقاطع هاد الفقرة ونحيدوا هاد الفقرة و هاد الظاهرة هادي وكيف هاش نقدر نديره متى فيك نجد السؤال مفتوح ما كتجاوب عليه مواله غير باش يجي الموضوع ديالك واشوف اختياري 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 وان مش نتقاطع والان انا شنو قلت انا شنو قلت انا شنو قلت انا شنو قلت حاول أن تكونوا محايدين يعني ما تقول شي واخد تكون بالصح انتايا في الواقع محايد انت ما معه ما معه رد ما ما متافق ما يحاول انك تكون من جهة ديال شي وحدين حيث الامر بالصح صعيب يعني وانتايا في هذا غادي تلقى واحد الصعوبات والتلميذ كي يطحف هذا الغلط هذا انه يجي ووتي يقول يعني انا محايد غير حاول انك تبنى واحد الموقف وخاك ما قال واخد تكون شخصيا يعني كتعارض هذا الموقف في بعض النوقات يعني يمتافق ولكن هذا الشي يبقى اصح بالنسبة للمصحح واخير حاجة غادي نقدر نقولها هي مسألة الوقت حاول كما قلت في الول انك تدرب قبليا في تحرير المواضيع وخصوصا شي مواضيع اذا قدرت انك تمشي تأخذ المواضيع المقتبسة من جهوية هكا كتتعوض وكتدرب على المنهجيات وايضا كتولي اضبط الوقت وحاول دايما وانتك تخدم ما تعداش ما خاصكش تعدى ساعة واحدة يعني درب على راسك انك تحاول تسالي وتخدم تخدم وتخدم قاعدك شي اللي عاطينك في ساعة واحدة فقط قد نقول لكم مع السلامة انتمنى ان شاء الله من هالفيديو هادا تمكنوا من انكم تصوبوا منهجية ديالكم من راسكم وتجنب احتمالية حالة غش في الامتيحة الجيهاوي السلام عليكم ووفقكم والله اشتركوا في القناة